أرسل الله تبارك وتعالى عبده يونس نبياً ورسولاً إلى أهل نينوى بالعراق ليدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام وليعبدوا الله وحده لا شريك له فذهب إليهم ليبلغهم رسالة ربهم ولكن أهل نينوى أصروا على كفرهم وكذبوه ولم يستجيبوا لدعوته ظل نبي الله يونس بين قومه صابراً على الأذى يذكرهم ويعظهم ويشرح لهم طريق الهداية ثم حذرهم من العذاب وأنه سوف يأتيهم بعد ثلاثة أيام إن لم يؤمنوا به ويتبعوا دين الإسلام ولكنه لم يلقى منهم إلا عناداً وإصراراً على كفرهم ولما يأس نبي الله يونس من عناد قومه وعدم إيمانهم خرج مغاضماً لهم لكفرهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج وتركه لأهل هذه القرية وهجره لهم قبل أن يأمره الله تبارك وتعالى حين خرج نبي الله يونس وترك أهل القرية اقترب العذاب من قومه في الصباح وظهرت الصحب السوداء في السماء وثارت دخان الكثيف وعندما تأكد القوم أن الهلاك والعذاب واقع بهم طلبوا يونس عليه السلام فلم يجدوه وألهمهم الله التوبة فآمنوا بالله وبرسوله يونس أمضى نبي الله يونس عليه السلام الأيام الثلاثة بعيداً عن قومه لا يدر بأنهم قد آمنوا وتابوا إلى الله عز وجل لذلك ظل ينتظر تنفيذ وعد الله في قومه بعذابهم وعند عودته إلى قومه بعد الأيام الثلاثة فوجئ بأنهم آمنين سالمين فغضب غضباً شديداً لأنه اعتقد أن قومه سيظنونه كاذباً وسوف يقتلونه لأن جزاء الكاذب عند قومه هو القتل في الحال لذلك تركهم وفر هارباً حتى لا يجد نفسه قتيلاً بين قومه وصل نبي الله يونس إلى شاطئ البحر فوجد قوماً في سفينة فطلب من أهلها أن يركب معهم فأركبوه وسارت بهم السفينة وعندما أصبحوا في وسط البحر جاءت رياح شديدة وهاج البحر وكاد الجميع أن يتعرض للغرق عند ذلك قال من في السفينة إن عدد الركاب أصبح كثيراً ويجب علينا أن نلقي بواحد منا في البحر لينجو الباقون ولذلك سنجري القرعة ومن يقع عليه السهم سنلقيه في البحر ثم أجريت القرعة فوقع السهم على نبي الله يونس فلم يسمح لأنفسهم أن يلقوه في البحر ولما أعادوا القرعة مرة ثانية وثالثة وقعت عليه أيضاً فما كان من يونس عليه السلام إلا أن ألقى بنفسه في البحر المظلم فأرسل الله تعالى له حوتاً عظيماً ابتلعه فدخل يونس عليه السلام إلى بطن الحوت ومعه عناية الله عز وجل فلم يضره الحوت ولم يجرح أخذ نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يدعو الله عز وجل ويستغفره ويسبحه قائل ما ورد في القرآن الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأخرجه الله من بطن الحوت بقدرته وغطى جسمه بورق القرع ليمنع الذباب أن يسقط عليه ويصيبه بأذى ثم عاد سيدنا يونس عليه السلام إلى قومه بعد أن علم أن ما أصابه قد حدث ابتلاء له بسبب استعجاله وخروجه عن قومه الذين أرسل إليهم بدون إذن من الله تعالى ولما وصل إلى قومه وجدهم مؤمنين بالله تائبين إليه وفي انتظار عودته ليسمعوا أوامره ويتبعوا طريق الهدى ففرح سيدنا يونس عليه السلام بإيمانهم وباستقبالهم وظل معهم يعلمهم ويرشدهم إلى طريق الخير حتى توفاه الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ترجمة نانسي قنقر